هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب مدارج السالكين وصلنا إلى المنزلة العاشرة فيه منزلة الاعتصام وصلنا إلى الدرجة الثالثة من الاعتصام الاعتصام بالله والترقي عن كل منهم والتخلص من كل تردد قلنا أن الاعتصام بالله هو الاعتصام بالاتصال بالحق وقلنا أن هذا الاتصال يتم بثلاثة أشياء أولا شهود الحق توحيدا بعد الاستخزاء له تعظيما تكلمنا عن التوحيد وثمرات أنواعه السلاسة توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله توحيد الإلهية توحيد الله بأفعال العبادة توحيد الأسماء والصفات التقرب والتعبد لله بأسمائه وصفاته والأسماء والصفات توقفية فلا نسمي لها إلا بما سم به نفسه أو سمه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسرنا مع قضية اجتماع الحب والزل والتعظيم والاستخداء في مقام القرب قلنا أن الإنسان لن ينال شيئا من هذا إلا إذا عاشه وأحسه وتزوقه وقلنا أن مكمن هذا في الزكر في ذكر الله كثير من الناس يستهين بقضية الزكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا الحديث العظيم هل أدلكم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الزهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قال وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قيل ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ذكر اللي الناس بتستهتر به والناس ما بتعملوش صح برضو إن مسألة السبحة أو العداد والذكر على الغفلة ما بيجيبش نتيجته قول لي يعني أبطل لا ما تبطلش الزكر مع الحضور بييجي بعد كثرة الزكر يبقى الإنسان بيذكر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله حتى لو مع عدم حضور القلب مع عدم استشعار التعظيم والذل والقرب يقول ويكتر مع كتر الزكر ده ييجي القلب بعد كده بعد كده مع الفهم مسألة محتاجة صبر وقلنا بقى ان الزكر اعظم فوائده فاذكروني اذكركم ان يذكرك الله قال الله في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي وانا معه وانا معه اذا ذكرني فاذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه الحديث العظيم ده والآية العظيمة ده فاذكروني اذكركم وقلنا دايما لما تتعبد باسم الله الاول او الاسماء وصفات عموما تفتح عينيك وعقلك وقلبك على رياض مونقة فلما تتعبد باسم الله الاول اللي هي دايما ابدأ بما بدأ الله به اني دايما ابدأ بربنا زي ما قلنا في قصة اللي عنده ابنه مريض الله ماشي كله مريض مسلم يا رب وعافنا وعافي كله مبتلى مسلم يا حي يا قيوم ان اول ما يخطر بباله الدكتور الدواء لا ده نعيدك اول ما يخطر ببالك الله انه بيتعلق قلبه بالدكتور لا لا اوده الدكتور فلاني لان الدكتور فلاني ده هو المرأة اللي فاتت هو اللي شفاء ما حدش بيش فيه الا الله ما تقولش كده فلما تتعبد باسم الله الاول تفهم ثم تاب عليهم ليتوب تفهم رضي الله عنهم ورضوا عن الاول ان ربنا الاول هو بيرضى الاول فيرضيك فترضى فيرضى عنك ان هو بيتوب عليك الاول هو بيتوب عليك فيتوبك فتوب فيتوب عليك ان هو بيحبك الاول فيخليك تحبه فيحبك نوب يذكرك فيذكرك فتذكره فيذكرك الأول هو الأول والآخر والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فاذكروني يقول لما يقولوا إيه الاستغراق في الزكر لا ده لقيت كلمة عجيبة عند كثير من السلف يقولوا إيه أن يستهلكك الزكر يستهلكك يعني يخلص عليك عشان كده قال فاذكروني أذكركم أيكونوا مستهلكين في ذكرنا نذكركم بإحياء قلوبكم بحبنا الإنسان اللي لما أجي أقولك النهار ده أنت خارج من الصبح ورحت الشغل ولا رحت كليتك ولا رحت مصالحك الدنيوية طول النهار وجيت بالليل صليت المغرب يا ترى لما نيجي نقيس ذكرك لله في خلال 12 ساعة دول من 8 لـ 8 نلاقيك ذكرت ربنا أدي نسبة ذكر الله إلى كلامك يطلع كم في المية الله يبقى هي دي قضية مستهلكين في ذكرنا إن إهلاك وقتك في ذكر الله ويا جماعة ميزة ذكر الله إنه ما بيعطلش عن حاجة يعني ممكن تعمل أي حاجة وإنت وإنت بتذكر يقول كده أنت سائل عربية وماشي وشغل في الذكر إنك واقف على ماك أنا بتشتغل وشغل في ذكر بتكتب بإيدك وشغل في الذكر إلى آخره قاعد بتسمع حد وشغل في الذكر لما يكون دنيا يعني سواء الطلبة اللي في كليات ولا قاعد في اجتماع عنده في الإدارة ولا في الشغل ولا وهو هو دي ميزة الذكر إنه هو بيبقى الإنسان اللي استول عليه ذكر الله دايما نرجع تاني في الاعتصام بقول الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني بعمل أتشبث بأعتصم بي قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله على طول اللسان شغال كونوا مستهلكين في ذكرنا نذكركم بإحياء قلوبكم بحبنا أفني وقتك في ذكر الله هي دي فاذكروني أذكركم أذكركم زي ما قلت كتير جدا إنك أنت لو تخيلت أن الله العظيم الكبير المتعال القاهر القهار الملك الجبار يذكرك في نفسه أنت مين العبد المذنب الحقير يذكرك الجبار في نفسه لو استشعرت دي فاذكروني بالموافقات أذكركم بالكرامات أذكر ربنا عز وجل بأن توافق مراده يكرمك مش مقصود الكرامات دي إنها هيبقى ليك كرامات يعني وإن الإكرام المواهب والعطايا الإلهية وزي بقولك دايما يا جماعة افهمني إن المواهب والعطايا الإلهية مش هي الفلوس ولا لا ده إن ينزل في قلبك فرحة إنك تبقى فرحان بربنا ينزل في قلبك سكينة اسمع قال الله عز وجل في أول سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين تاني تاني كده بالراحة خذ القرآن بالراحة هو هو جل جلال وصحوة تعالى هو الذي أنزل هو الذي أنزل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض يبهي يديك لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من مواهبه إنه هو الذي هو الذي أنزل ربنا هو سبحانه وتعالى ينزل السكينة في قلبك ويرسل جنود اللهم سخر لنا جندا من دند يهدوننا إلى الهدى تهدنا بهم إلى الهدى وتدفع عنا بهم الرد لما يبقى لك ربنا جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه الملك بالذكر جنود سيدنا النبي بيقول إيه صلى الله من قال حين يصبح وحين يمسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مئة مرة كن له حرزا يومه ذاك لا برواية عجيبة جدا تانية وصحيحة إن شاء الله كن له مسلحة يومه ذاك يعني ايه مسلحة كاتيبة مسلحة سلاح يومه ذاك طول اليوم من الصفح للمغرب فيه كتيبة مسلحة بتحميه طول الليل فيه كتيبة مسلحة من الملائكة من جنود الرحمن بتحميه وتدفع عنه سبحان الله العظيم فاذكروني بالموافقات اذكركم بالكرامات فاذكروني بترك كل حظ اذكركم بأن اقيمكم دوما بأن اقيم قلوبكم دوما بين يدي دون خلقي اذكر الله بترك الحظوظ انا بقول يا جماعة دايما ان من اخطر المآسي في زماننا وشرها وشرها التليفون اليومين دول مش اقول في زماننا لا ده هي في السنة الاخيرة دي ولا السنتين الاخيرتين من ساعة ما بدأ الايفون والاندرويد قضية ان التليفون ما بقاش تليفون بقى بقى مشغلة مشغلة قاعد على التليفون بيخرج من الواتس يدخل على الفيس ويخلص الفيس يدخل على تويتر ويخلص تويتر يدخل على الانستجرام ويخلص الانستجرام يتفرج على الصور اللي عنده وبعدين يعمل شوية مكالمات وبعدين 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 التيك توك اللي بقى طلع البلوة الجديدة مولد هي مش جديدة ولا حاجة يعني بس بقت انتشر بزيادة زي انتشار النار في الهشيم اللي وندول المولد ده خلى الانسان نسي ربنا نسي ربنا تماما يذكره فين فلذلك انا بقول ان التليفون ده وما علي حظ نفس هوى شهوات اذكروني بترك الحظوص بترك كل حظ اذكركم بان اقيم قلوبكم بين يدي دون خلق اصل لن يستطيع ان يقيم قلبك الا الله وربنا عزيز غني انت محتاج انك انت عشان ربنا يقيم بين يديه انك تزل له قولنا انها اجتماع الحب والزل والتعظيم في مقام القرب يبقى لازم تضغط على نفسك وتخالف شهوتك وهواك وتتخلص من تليفونك ترميه في الزبالة وتبدأ تتفرغ لله في الذكر فاذكروني مكتفين بيه اذكركم فارضى عنكم وارضيكم اذكروني ايه مكتفين بيه اذكركم برضاية فارضى عنكم وارضيكم اصل الخطوة الاولانية منك انك تكتفي بالله يكفيك اليس الله بكاف عبده بلا بلا كاف وزيادة اكتفي بيه يكفيك اذكروني بقطع العلائق اذكركم بان تدركوا الحقائق اذكروني بقطع العلائق اطع كل اللي بيقطعك عن ربنا اطع كل اللي بيشغلك ويبعدك عن ربنا فربنا يفهمك اللهم ارنا الاشياء على حقيقتها هتفهم الدنيا ماشية ازاي هتفهمها وتعرفها وتتعلمها الدنيا ماشية ازاي كنت بقولك انا تلسه بكتب في باب الرضا منزلت الرضا ف منها حتة فهم الدنيا دي فهم الدنيا بيجلب الرضا تفهمها ازاي ابن الجوز له فصل في صيد الخاطر جميل جدا بيقول ايه بيقول ليس في الدنيا قبل ممن يعامل الله على بلوغ الاغراض ليس في الدنيا ايه يعني يعني ايه ابله اهبل نفس الحروف يعني ايه ابله اهبل ليس في الدنيا اهبل ولعبط ممن يعامل الله على بلوغ الاغراض ان هو يعني بيعبد ربنا عشان ربنا يدي له كل اللي هو عايز فالقضية هنا ايه ان ك لما تفهم حقيقة الدنيا يبقى مش اللي انت عايز كنت لسه بقول لولادي وان بنقرأ في سورة المنافقون واذا رأيتهم تعجبك اجسادهم وان يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم ها هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ليس كل ما يعجبك يبقى كويس اصلا دول اذا رأيتهم ايه تعجبك اجسادهم ورب صحة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الاد الخصام مش كل اللي بيعجبك يبقى كويس مش شرط انه يبقى عاجبك قال الله ازجال كل لا يستوي الخبيث والطيب ولو ولو اعجبك مش موضوع يعجبك كل مش موضوع ان انت يبقى يبقى هي هي دي القضية ان اذكروني بقطع العلائق اذكركم بان بادراك الحقائق انك تعرف الحقيقة بقى انك تفهم الدنيا دي هي ايه وتعيش مع الله بهذا الفهم اذكروني بالتزلل اذكركم بالتفضل اذكروني بالانكسار اذكركم بالمبار اذكروني باللسان اذكركم في الملأ الاعلى في الجنان اذكروني بخلوبكم اذكركم بتحقيق لمطلوبكم اذكروني على الباب اذكركم بالايجاب اذكروني بتصفية السر اذكركم بتوفية البر اذكروني بالجهد والعناء اذكركم بالجود والعطاء اذكروني بوصف السلامة اذكركم يوم الخيامة اذكروني بالرهبة اذكركم بتحقيق الرغبة اذكروني اذكركم اذكر الله اذكر الله اذكر الله اذكر الله فتنال كل خير وان تعيش هذا المعنى حقيقة تاني تاني نرجع للاصل اللي هو الحب والزل والتعظيم في مقام القرب ابن القيم ابن القيم يقولي ابن القيم مراقبة الحق سبحانه وتعالى في السير اليه على الدوام بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث قضية المراقبة في قول الله سبحانه وتعالى ان الله كان عليكم رقيبا حسيت بلي ان ربنا مرأبك عرف دايما يحرك قلبك قول الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يبقى ربنا مرأب عينك رفت كم مرة مرأب ربنا يراقب قلبك كم خاطر خطر عليه وانت بتقرأ الآية إن ربنا مراقب عقلك مخك كم وارد ورد عليه وانت بتذكره إن ربنا مراقب صدرك وحاله وحاله إن شرح ولا ضاق حال المعصية إلا ربنا مراقبك وانت واقب بتصلي قدامه إنت معاه ولا مشغول عنه عارف لما تحس إن تليفونك مترائب بتحاسب في الكلام تحس إن إنت مترائب بتحاسب في الحركة طب إنت مترائب أنا بقولك وببشرك إن إنت مترائب ومترائب ممن لا يغفل ولا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم مرأبك وإنت جو بيتك مرأبك وإنت بر بيتك مرأبك وإنت نايم وإنت صاحي وإنت بتتكلم وإنت ساكت يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يخضي بالحق فلذلك لما بقولك بيجتمع بقى الحب والزل والتعظيم في القرب القرب ده المرأبة المرأبة مراقبة الحق سبحانه وتعالى في السير إليه على الدوام إنك تبقى ماشي طول الوقت ماشي كده ابن القيم قال هنا إيه فقد تضمن كلامه خمسة أموش سير إلى الله واستدامة هذا السير وحضور القلب معه وتعظيمه والزهول بعظمته عن غيره خمس إنك تبقى ارتفعت 8 درجات عارفين درجات المرتبات اللي هو في الدرجة التانية والدرجة التالتة لما كان في الدرجة التمنى كان مرتبه 100 جنيه لما بقى في السبعة بقى 200 في التمنى بقى 300 في الرابعة بقى 500 هي كده كدلك نفس الشيء إن إنت لما دخلت صليت أربع ركعات بثمان سجدات ارتفعت ثمان درجات ما بقيتش إنت الإنسان الأولاني بقت أعمالك هنا محتاج تعمل أعمال الراجل بتاع الدرجة الرابعة وصلت هي دي إنك إنت على طول الماشر ربنا بتطلع 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 طول الوقت كل حسنة بترفعك درجة اللي لاقي نفسه بقى ما بيرتفعش يبقى بينزل نحن قلنا الطريق ده يطالع ينازل فيش حد بيقف حد معين السير على الدوام بين تعظيم مذهل ابن القرين بيقول ايه بين تعظيم مذهل هو امتلاء القلب من عظمة الله عز وجل بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره وعن الالتفات الى غيره فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله بل يستصحبه دائما فان الحضور مع الله يوجب انسا ومحبة ان لم يقارنهما تعظيم او رساه خروجا عن الحدود انا بحب ربنا نقول ايه في واحد بيحب ربنا وبيتعامل مع ربنا كتير في الذكر وتلوت القرآن والسجود والدعاء والمناجاة والصدقة والصلاة والقيام الليل وشغال شغال مع معاملته ربنا بيحس بأنس وحب ربنا اسمه الودود ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا علماء قالوا لا يكون الود الا بين اثنين فيبقى في ود بينك ومن ربنا هذا الانس والود والحب والاحساس بالكر احذر ان يخلو من التعظيم احذر ان يخلو من التعظيم انك بتعظم ربنا انك بتتعامل مع ربنا زي بقول كده في ناس النهار ده للأسف الشديد من كتر الخبص اللي فيهم والمكر اللي فيهم بيدحك على امراته وبيخادع مديره في العمل وبيدحك على زملاء واصحابه وبيدحك على الشيخ اللي بيتعامل معاه وبيخدع ويمكر ويجدب عليه فبيفكر انه يقدر يعمل كده مع ربنا اوعى اوعى تنسى التعظيم عشان كده قال ايه السير بين تعظيم مذهل تعظيم مذهل يعني تعظيم لأقصى درجة لما تتعامل مع ربنا اتعامل بتعظيم وانت بتنجي وانت بتدعوه وانت بتذكره وانت بتعبده عظم ربنا مهمة جدا 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 دي لان كل الحضور مع الله يوجب انسا ومحبة اللي يقارن هما تعظيم اورثاه خروجا عن الحدود اورثاه خروجا عن حدود العبودية ورعونه فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب فهو سبب للبعد عنه والسقوط من عينه عشان كده قلنا تجد الرجل اعبد الناس واطع الناس وهو عن الله ابعد الناس خمس حيات السير ودوام السير والتعظيم ومدانا حاملة يعني مدانا حاملة مدانا يعني يريد دنوا وقربا حاملا ابن خليل نبي يقول ايه يحمله على الامور الخمس يعني يدفعه الى السير واستدامة السير وحضور القلب والتعظيم المذهل لنا ان نقول مدانا حاملة ان المدانا تحمل تشيل ما الانسان بطبعه ضعيف ربنا قال وخلق الانسان ضعيفا قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ابدا ولكن الله يزكي من يشاء فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بما نتقى فلذلك الانسان بنفسه ما يقدرش يمشي ربنا ما يقدرش يوصل لربنا ما يقدرش يواصل السير دائما لازم حاجة تشيله لابد من علم يستعملك ويقين يحملك لابد من علم يستعملك ويقين يحملك اليقين ده هو اللي سايلك اللي انت ماشي به لان اليقين بيحمل على ارتكاب الاهوال الانسان بنفسه ضعيف ما يقدرش يعمل ما يقدرش لذلك انت محتاج حاجة تشيله قالك مدانا حاملة المدانا اللي هي القرب اللي احنا قلناها الاول كده الحب والزل والتعظيم والقرب القرب ده هو اللي بيشيلك لان كل ما تقرب من ربنا كل ما يديك يديك قوة قلتلك قبل كده كتير قصة الرجل اللي لقى ترعى وعنده 80 سنة نط بقى النحية التانية قالوا ان الشيخ الاسلام بالتائمية كان بيعمل اعمال كل الناس تفاجأ وتقول انت بيجيب وقت منين عشان تعمل كل ده قاعد بيكتب ابن الجوزي يقول كان بيكتب في اليوم 18 كراسة وفي نفس الوقت بيعمل ختمة قرآن على شيخ في القراءات العشر وفي نفس الوقت بيدرس بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغر وبعد العشر وهو في عشر الثمانين يعني عنده 87 سنة بيقدر على ده ازاي اه بمقام القر اما يبقى قريب من ربنا ربنا بيشيل بيحمل ربنا بيقدر مدانا حاملا حاملة يريد دنوا وقربا حاملا على هذه الامور الخمسة هذا الدنو يحمله على التعظيم الذي يزهله عن نفسه وعن غيره فانه كلما ازداد قربا ازداد تعظيما وذهولا عما سوى الرب وبعدا عن الخلق واما السرور الباعث نحن قلنا مراقبة الحق تعالى في السير اليه على الدوام بين تعظيم مدهل ومدانات حاملة وسرور باعث السرور الباعث هو الفرحة والتعظيم واللزة التي يجدها في هذه المداناة الله ما إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من فجأة نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شمات الأعداء ونعوذ بك من عضال الداء الهم والحزن قال للراجل كبير شف وقت بيدحك قال له يا ابني بتدحك على ايه والله الواحد له عشرين سنة ما دحك دحك من قلبه المؤمن التقي حبيب الله القريب من الله جواه فرحة بالله شيخ الإسلام تاني رحمه الله لما دخلوا السجن قال ما يصنعوا اعدائي بي انا جنتي وبستاني في صدري هي دي مش مش بالقاقة مش بالفلوس مش بالاملاك مش بالمناصب بالعكس ده انت احيانا تجد اصحاب الاملاك والاموال والمناصب اكثر الناس هما الانسان الانسان اللي قريب من ربنا و حاسس بالقرب ده متزوق لهذا القرب عايش حال القرب من الله اسعد الناس على الاطلاق قال الله من عمل صالحا من زكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة حياة ايه طيبة طيبة لما ربنا يقول حياة طيبة يبقى طيبة بمقياس الله ربنا قال طيبة تبقى طيبة عشان كده السرور باعث قلتلك كده ان احيانا لما تبات ليلة حلوة مع ربنا في كل يام ليل وذكر وتلوى القرآن ودعاء ومناجاة وتصبح تفتح عينيك مبتسم ما لك فرحان بايه فرحان بربنا بربنا شو بقى كلمة فرحان ايه بربنا اللهم ارزخنا الفرحة بك اللهم اسعد قلوبنا بحبك ورضاك تلك قبل كده ان السعادة سعادة القلب سعادة القلب والقلب بيد الرب فلا يسعد القلب الا الله سيبك من الشكليات والمظاهر والاسباب لا القلب ده اللي بيسعده ربنا واللي بيشقيه ربنا لما قلتلكم بقى اغذاء الروح اللي بيقولك مخنوق حسس باكتئاب متدايق زعلان مهموم ليه فيش اسباب ظاهرة لا هو فقد الله ما اسعدوش ربنا سبحانه وتعالى الشاهد هنا ايه بس الفرح بالله فان سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة وليس له نظير يقاس به بل هو حال من احوال اهل الجنة يعني لما تقول للفرح بربنا زي ايه خده هدحك علي وانا صغير وجيت كده سنتين ابوية زعلان مني ان انا ما كنتش مجيب مجموع كبير اوي تجيب 83% ايه 83% دي فالشاهد سنتين وربعة فالث سنة كانت حاجة عالية اوي ففعلا فرحت من فرح ابويا بيا امي والعيلة كده فقلت فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاح فرح شوية والتخرج فيش فرحان زي الفرحان خلص من قرة في الدراسة والامتحانات شوية وخلص المتاع ده وقال يا سلام اتجوز فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بجوازه والاخر الانسان اكتشف ان كل دي ما كانش فرح ده كان تخلص من هم تخلص من نكد تخلص من الام تخلص من لكن مش الفرح محدش يعرف معنى الفرح الا اللي حس بالفرح بالله وجدت الله عرفت الله هنا الفرح الحقيقي فرح بقى فرح فرح يشعل القلب نورا والنفس بهجة فرح فرح اسمه زي قال ابن القيم هنا بقى ليس له نظير يقاس به قال ابن القيم في كتاب ربضة المحبين ونزهة المشتاقين بيقول ايه وزر من هذا الفرح لا تعدل جبال الدنيا وامثال الدنيا من افراح الدنيا قال لدرجة ان الرجل الذي عانى كل مآسي الدنيا يغمس في الجنة غمسة ثم يخرج يقال هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شقاء قط فيقول لا وعزتك يا رب يقسم بعزة الله انه ما شافش عمره حزن في الدنيا بس غمسة وحدة فكذلك من احس ذرة من الفرح بالله ما يحسس ان هو مر به شقاء قط ولا عذاب قط ولا الم قط اللهم ارزخنا هذا الفرح لدرجة ان بعض السلف يقول انه لتمر بالقلب اوقات اقول لو ان اهل الجنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب قال ياه هم اهل الجنة بيفرحوا كده ده لو اهل الجنة بيفرحوا كده ده يبقى جميل قوي سبحان الله العظيم ولا ريبة بقي الكلام اللقائب ان هذا السرور يبعثه على دوام السير الى الله وبذل الجهد اكثر في طلب مرضات الله وابتغاء مرضات الله ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم ايمانه واعماله السرور ده والفرح ده اللي بيلاقيه المؤمن في قلبه ييجي بعد كده عارف بنقيم في وصف حال المقربين بعد ما وصف حال المقربين قال ايه فو حسرته ان يمضي العمر وتمر الايام والقلب ما شم لهذا رائح هو الحزن على كده ان يفوت عمرك كل ده وانت ما دقتش حتة مندي يبقى انت مش عايش ما عايشتش لسه هي دي اللي مدأش بقى يقول يتهم ايمانه ويتهم اعماله فان للايمان حلاوة مليميزقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الايمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربنا والاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرأ لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذا انقده الله منه كما يكره ان يلقى في النار يقول وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول اذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم عملك فان الرب شكور قلت لك سجدت اربع سجدات بثمان درجات بعد ما خلصت الصلاة ما حسدش انك تليت اربع درجات يبقى صلتك مش صح في حاجة غلط كنت مسرحان ما صلتهاش كما ينبغي ما ركزتش في التسبيح وتلوت القرآن اذا لم تجد سرورا وانشراحا فاتهي بعملك قل بقى في حاجة غلط زي ما قلت كتير لما ربنا يقول سبحانه وتعالى من عاملة صالحة من ذكر او انسة او هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اللي مش عايش حياة طيبة يبقى يبصل ايه مش عامل صالح ما بيعملش صالحا وهو مؤمن عشان كيه مش عايش حياة طيبة لو عمل صالح ومؤمن لازم يعيش حياة طيبة لذلك نختم اللي لدي بوقفة انت عايش حياة طيبة سؤال انت حاسس الفرحة بالله سؤال انت وجدت حلاوة الايمان في قلبك سؤال انت دقت حلاوة الايمان راجع الاسئلة دي وراجع اعمالك طب اعمل ايه انا لا دقت ولا حسيت ولا طيبة ولا فرحان انا عمالك كعب الفنكة كل يوم والتاني اعمل ايه درسي بقى اسمه خطة اسمه خطة ايه خطة منهجية للوصول الى مقام القرب من الله نبدأها درسك جاي ان شاء الله حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله